السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتحية طبعا جميعا متابعين الكرام انا كل من التحق بنا مؤخرا اذا متابعين الكرام مجددا حضارة الجزائر يقومون بخرق القوانين ديال الكاف نعم متابعين الكرام فاليوم المباراة ستكون ما بين الوداد لمنذ وصولهم لحضارة الجزائر وهم يتعرضون للاستفزاز والمضايقات مجددا المباراة اليوم ستكون مع شبيبة القبائل في حضارة الجزائر ومباراة المقبلة ستكون هنا في المغرب فالصورة التي تشاهدون امامكم على الشاشة منتابعين الكرام هي من الملعب المرتقب انه يحتضن هذه المباراة ما بين الوداد وشبيبة القبائل وكما تشاهدون يرفعون ثلاث اعلام ثلاث اعلام وقوانين الكاف تقول وتشاهدونه الان امامكم على الشاشة في القوانين ديال الكاف تقول بان الاعلام التي يجب ان ترفع هي اربعة العالم ديال الكاف العالم ديال الفيفا والاعلام الوطنية ديال الفريقين الاعلام الوطنية ديال الفريقين فحضارة الجزائر مشوحدة العالم المغربي في خرق واضح في واضح النهار للقوانين ديال الكاف فهذا الكاف مجددا عدد تمشي ودلنا تحقيقه وستنة وتحقيقه ما الى ذلك ام انها يجب ان تتخذ القرار الفوري المباشر ضد هذا الخرق اللي كنتشوفوا الان امامنا على الشاشة واضح وضوح العيان والقانون ها هو كنتشوفه منتبعينا الكرام القانون امامكم على الشاشة الكاف تلزم بان ترفع هاد الاعلام الثلاث او ثلاث انواع من الاعلام يجب ان ترفع العالم ديال الفيفا اولا العالم ديال الكاف ثم العالم ديال الاعلام الوطنية ديال الفرق المشاركة وحضارة الجزائر بما انها عندهم عقدة من المغرب مشوحدة العالم المغربي اللي خصو يكون مرفوع متابعينا الكرام اراكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة